وعلى الحديث أكثر عن صيفية الهلال ينضم لي من الرياض الصحفي الرياضي أحمد العجلان أبو مشاري مساء الخير أهلا والله أعزم أستك الله بالخير لك ولكفة المشاهدين الكرام أهلا وسهلا حياك الله أبو مشاري 160 مليون مشاهدة المقطع نيفيز على تويتر هل هو عطش جمهور الهلال للصفقات أبو مشاري؟ والله عطش عطشانين جدا فترتين متوقف الهلال على التسديل والهلال من الأندية النشطة دائما في سوق الانتقالات دائما يحب التجديد نادي يتحلى بصفة دائما يحب يجدد ويجلس على نفس العناصر لفترات طويلة وإن كان حتى التجديد يكون مدروس وبعناية بالتأكيد وأيضا صفقة مدوية صفقة كبيرة جدا قد لا تكون صفقة تجلب جماهير ولكنها في الملعب صفقة كبيرة واللي أكبر منها اللاعب اللي عمل الفحص اليوم في الرياض ويستعد نادي الهلال لإعلان التعاقد معه بنحكي على الصفقة الثانية ولكن خلينا في نيفيز هل يرضي غرور الهلاليين نيفيز خاصة أنه يعني نعرف كلنا قصة ميسي وعدم قدومه لا ما يرضي الهلاليين ما يرضي غرورهم أنا أعتقد أن الهلال دائما جمهور الهلال ومحبين الهلال ومسيرين النادي الهلال يرون أنهم هم النادي الأول في آسيا وليس في السعودية فقط وبالتالي دائما هم يقولون أننا قائد في مجال كرة القدم تحديدا وبالتالي أكون معك صادق يعني أنا أقرأ الأفكار الهلالية هم يقولون نحن نستحق أكثر من نيفيز ونستحق صفقات مدوية كالتي حصلت في أندية أخرى تحديدا كريستيانو رونالدو في النصر وكريم بنزيمة في الاتحاد إيش الأسماء المطروحة طيبة أبو مشاري إذا ميسي يعني خلاص انتهى موضوعه معين ترميامي ويعني بنزيمة وقع للاتحاد وكريستيانو في النصر إيش الإسم من وجهة نظرك اللي تشوفه إذا الهلال تعاقد معه في الفترة هذه ممكن يعوض عدم قدوم ميسي يعني في نفس هذه الجودة بصراحة لا يوجد أحد يعوض لا ميسي ولا رونالدو ولا اللي بعدهم يجيب خطوات كريم بنزيمة يعني تتحدث عن جماهيريا وإعلاميا وشوء ومتابعين وتفاصيل من هالنوع لا يمكن أحد يعوض ميسي أو يكون مقارب لكريستيانو رونالدو وكذلك أيضا نجم كريم بنزيمة وبالتالي جمهور الهلال أمامهم الخيارات ضيئة يعني مثل محدودة من ناحية الشوء ما فيه من ناحية الشوء ما فيه وبالتالي لا هذا الخيارات اللي قدامي لازم أجيب لاعبين ذو قيمة فنية عالية جدا بحيث أني أكون فريق قوي جدا في الملعب يعني لما الهلال اللي يتعاقد مع ثلاثة سوبر 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 ستار ومعهم خمسة آخرين أجانب أيضا في مستويات كاريو سيكون الموضوع مرعب يتكون عندك فريق مرعب